السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال عطارد من برج الأسد لبرج العدراء يوم الاثنين تسعة أيلول سبتمبر كوكب عطارد رح ينتقل يوم الاثنين زي ما ذكرنا الساعة ستة وتسعة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح يوم الاثنين تسعة تسعة رح ينتقل لبرج العدراء ورح يظل موجود بحركة أمامية في برج العدراء لغاية يوم الخميس ستة وعشرين تسعة الساعة ثمانية وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينتش طبعا بالنسبة لكوكب عطارد معروف عنه هو المسؤول عن نقل الأفكار عن التفكير عن قوة الذاكرة عن الذكاء عن الكتابة عن التحليل وقوة الحدث وبرضو هو اللي بيتحكم بكل شيء يتعلق بالاتصالات والمواصلات يعني الأجهزة الإلكترونية الكمبيوترات سيارات متورات أي شيء من صفاته وهو يعني أهم صفات لإلوه أنه لما بيكون بحالة إيجابية بيعطينا الفضول العفوية قوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية وقوة التفكير وتحليل الأمور بدقة عالية جدا وكثرة الحركة ولكن لما بيكون منتحس على طول أول شيء بيعطينا هي العصبية والتهور كوكب عطارد بما أنه رح ينتقل ويصير موجود في برج العدراء واللي هو أساسا يعني العدراء كوكبه الأساسي عطارد فإذن رح يعطي نوع من أنواع الإيجابية بعكس المرة الماضية اللي هي قبل شهر ونص لما كان موجود بالعدراء يعني ما لحك أنه ينتقل للعذراء وكان مشكل زوايا حد جدا وبدأ بعملية التراجع الآن حركة أمامية كاملة ما في أي تراجع فعشان هيك الحركة الأمامية تعطي قدرة قدرة عالية جدا على التركيز والتفكير على عكس الفترة اللي تراجع فيها اللي سيضر فيها نوع من أنواع التشتت فخلال الفترة القادمة بيشعر موليد برج العدراء بالرغبة بالدراسة والمطالعة والقدرة على الإقناع إقناع الآخرين بوجهة نظرهم بتكثر عندهم الاتصالات والتنقلات والاهتمام فيما يتعلق بالاتصالات والمواصلات والتنقلات يعني بالإلكترونيات شراء أجهزة جديدة أو سيارة جديدة وأشياء من هذا القبيل أو تعلم شيء جديد يستفيد طبعا مع موليد برج العدراء الأبراج الترابية بالدرجة الأولى اللي هم موليد برج الثور موليد برج الجدي وبعدين موليد الأبراج المائية كالسرطان والعقرب والحوت وكذلك كل شخص لمن ولد كان موجود عنده عطارد بالعذراء فطبعا هاي رح تعطي دفعة عالية جدا للي بيكون برجه أو طالعه عذراء وبيكون عطارد موجود معناته هو أكثر المستفيدين كل شخص لمن ولد كان موجود عنده عطارد في برج العذراء هذول بيتميزوا إنه أفكارهم بتكون دقيقة جدا وفي صلب الموضوع وبيكون سريع وذكي جدا بتحليل الأمور ولماح جدا وعنده قدرة على الإقناع أيضا عشان نحدد وجوده رح يكون إيجابي ولا سلبي وكثيفة زي كل مرة حتى لو كان عطارد موجود في برجه أو في بيته ولكن الزوايا هي اللي بتعطي النسب الأعلى للإيجابية والسلبية بالحضود فلازم ننظر للزوايا اللي رح تتشكل أول زاوية رح تكون زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ يوم 12 تسعة وعادة عند حدوث هذا الاتصال بيسود شعور عام بالوئام فبسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز تعزيز العلاقات مع الأحبة وبشجعنا على القيام بالمبادرات بيزيد من نشاطنا الجسدي والفكري كما أنه بيمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في أداء الأعمال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاول السلبية بين عطارد وبين زحل هاي الزاوية رح تكون يوم 18 تسعة بتسبب أن التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي ممكن أنه يضر بصحتنا أما دوليا فهو بدل على انتقاد الصحف والجرائد لا تراجع المردود في القطاع الفلاحي وكذلك الصناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة كما أنها بتشهد هاي الفترة إضطرابات واحتجاجات لتحسين أوضاع اليد الحامل في قطاع التعدين والمناجم وتحسين أوضاع المتقاعدين والشيوخ كما أنه ممكن يتم الكشف عن حقائق تاريخية مغلوطة أو فساد في بعض المؤسسات الدولية أو المؤسسات المالية أو الأمن الوطني في دول ما طبعا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية السلبية بين عطارد وبين المشتري هاي زاوية رح تكون يوم 21 تسعة بتهدد بالقلق النفسي بتزيد من ميلنا للأخطاء في الحكم وإبشاء الأسرار اللي ممكن أنها تعرضنا لمشاكل مع العدالة لازم بهاي الفترة نتجنب توقيع الوثائق المهمة وما نقوم باستثمارات أو مضاربات مالية لأنها ممكن تنتهي بدعاوة قضائية وبالدل دوليا على توجه الصحف ووسائل الإعلام لانتقاد السياسة المالية أو التجارية لبلد ما وممكن يتم فضح بعض الاختلاسات أو التلاعبات في المؤسسات المالية والبنكية أو يتم انتقاد بعض القوانين والتشريعات الجديدة أو يتعرض بعض الكتاب ورجال الصحافة للمقاضاة أمام العدالة كما أنها برضو تعمل نوع من أنواع الجدل حول بعض القضايا الدينية والعقدية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين عطارد وبين أورانوس هذه زاوية سيكون يوم 24 تسعة من انشط ومن باشر في أكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت كما أنها تعزز قدراتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا وبتمنحنا ذكاء وخيال وقدرها على الابتكار وقدرها كبيرة على إقناع الآخرين لكنها ممكن أنها تضر بالتركيز في بعض الأوقات بتزيد برضو من ميلنا للأمور الفنية السينما والتلفزة وكل ما له علاقة بالمجال الفني وإلو صلع برضو بالكهرباء وبيع برضو من ميلة تقوية حدثنا وبتساعدنا على حل الأوضاع المعقدة وبتجلبنا دعوات وعروض للسفر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين عطارد وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون يوم 25 تسعة بتكون عندنا بعض الصعوبات في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفي الناتج عن ذلك وممكن نرتكب الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا على خيبات أمل طبعا دوليا بتدل على وقوع جدل بين أحزاب اليمين واليسار أغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليساري أو الاشتراكي تحديدا وبيتم فضح بعض الحقائق والتلاعبات خصوصا في قطاع الصيد البحري أو المجال الفني أو ما يتعلق بالبحار والسوائل والنفط وممكن تشهد هذه الفترة تراجع في المبادلات التجارية البحرية أو نزاع بين بعض الطوائف المذهبية والفرق الدينية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو بتزيد من حد الذهن وحدثنا ونقدنا وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا على تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة زي ما شفنا أنه الزواية ممتزجة بالفترة القادمة ما بين سعيدة وما بين نحيسة وطبعا هاي الزواية مدة تأثيرها ثلاث أيام قبل اللي هي الذروة قبل ثلاث أيام وبعده بثلاث أيام من التواريخ اللي أنا ذكرتها خلينا نشوف إيش التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج والطوالع بالفترة القادمة فاسمع برجك واسمع طالعك عشان تأخذ الصفتين وزي ما دائما بذكر البرج هو الصفة وطريقتك أنت أو مكنونك وطريقة العالم بالتعامل معك أما بالنسبة للطالع فهو الداخل تبعك عمقك من جوة أسرارك مكنونك أنت كيف بتتعمل برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا رح يكون عطارد موجود في البيت السادس فإذا التركيز رح يكون على العمل ابتكار أشياء جديدة أو تقديم طلبات أو عروض عملي جديدة أو نشاط بمكان العمل وتطوير وأيضا تعزيز العلاقة مع الزملاء بالعمل وبرضو ممكن يكون في بعض النشاط اللي يتعلق في المجال الطبي مراجعة طبية أو فحصات طبية أو إيجاد علاج معين وكثير من موليد برج العذراء ممكن يبدأوا بعلاج أو ممكن أنهم يهتموا بصحتهم أكثر برنامج دايت أو رياضة أو أشياء من هذا القبيل وبرضو تعزيز العلاقات رح يكون جيد وإنجاز الأعمال ممتاز برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا عطارد رح يكون موجود في البيت الخامس إذن هو أول شيء رح يشجع موليد برج الثور عن نشاطات الدراسية أو العلمية أو الفكرية أو الأدبية أو الفنية أو الأمسيات والمحاضرات والندوات وأيضا الترفيه وتغيير الجو وممارسة الهوايات والأضواء طبعا رح تكون مسلط عليك لقدرتك على الإقناع لتقبلك من الآخرين بطريقة كلامك وحضورك رح تكون صاحب حضور لامع جدا في أي مكان تكون موجود فيه ورح تجد الطرق الأنسب لتقديم الدعم المعنوي لأطفالك وتدفعهم للتحصيل العلمي أو تشجعهم على هذا الاتجاه على المستوى العاطفي قدرة على التواصل مع الأحبة عالي جدا أيضا وبعضكم ممكن يبدأ علاقة عاطفية جديدة برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا هنا التركيز رح يكون على البيت على العائلة النشاط رح يكون على مستوى تفكيرك باستئجار بيت أو شراء بيت أو تغيير مكان سكنك أو حتى مناسبات عائلية وأفراح عائلية أو مصالحات عائلية إذن كل الأمر رح يكون في خلال الفترة القادمة يتعلق بالعائلة وأيضا بالمنزل يا تحسنات يا استئجار يا مناسبات يا مصالحات يا إقناع الغير بوجهة النظر يا إما بيكون في سفريات لبعض موليد برج الجوزة بيرجعوا لبلدهم الأم مثلا أو لقاء بعض للغائبين عن البلد وبرضو بالدل على الأفراح تحسنات وذكرات منزلية ممكن ونشاط بالأمور العقارية اللي بيشتغلوا في المجال العقاري أكيد رح يستفيدوا بالفترة القادمة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا كوكب عطارد رح يمنحك طاقة عالية جدا على مستوى التنقلات اليومية السفريات على الحوار على التسويق على التجارة على الإلكترونيات على السيارات هاي كلها حتى على المستوى الدراسي والعلمي والفكري هاي كلها بالفترة القادمة هي اللي رح تكون بأوجها عند موليد برج السرطان طبعا حسب حق الإختصاصك انت إيش بتشتغل انت ست بيت نشاطك وين رح يكون أو تحركاتك وين رح يكون فإذن هذا التركيز الأول من موليد برج السرطان ممكن يشتروا سيارة أو يشتروا أجهزة إلكترونية أو يرغبوا باقتناءها منهم أشخاص رح يتعلموا شي جديد تواصل مع الأحبة بيكون عالي مع الإخوة مع الجيران أهم شي تنتبهوا أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا دخول العذراء على بيت المال أو البيت الثاني إذن هي فترة رح ينشط فكرك بأعلى درجاته لكيفية تحسين أو تعديل الوضع المالي صحيح أنه رح يدفعك باتجاه العمل الإضافي رح يدفعك باتجاه طريق كسب المال أو إدارة المشاريع لتحصيل المالي ولكن بدك تدير بالك من المصاريف لزيادة لأنه عندك رغبة أيضا بالإصراف عالية جدا رح تكون في طرق كثيرة أمامك لكسب المال من عمل إضافي مستردات هبات دعم وأيضا إدارة المشاريع المالية الأمور البنكية المصرفية حل بعض الأمور المالية والمطالبات المالية برضو بتدفعكم بالاتجاه اللي له علاقة بالانطلاق لصرف الفلوس فانتبهوا على أموالكم برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا هاي الفترة رح يكون عندك القدرة العالية جدا على الإقناع على التفاهم على النقد اللاذع على إيصال المعلومة أي على الحوار والنقاش النشاط قوي رغبتك بالانفتاح بالدراسة بالتعلم بالاطلاع على أشياء جديدة رح تكون قوية رغبتك ببدء ببرنامج معين إن كان تعليمي أو دورات جديدة أو اتصالات أو سفريات برضو بتكون بأوجهات التنقلات اليومية والاتصالات المهمة بتكون مجدية تقدر تضع من خلالها أسس قوية في مجال اللي أنت بتشتغل فيه أيضا رغبتك زي ما حكينا بالقراءة والمطالعة للطلاب المدارس أيضا بيكونوا مبدعين بهاي الفترة برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا هاي فترة عميقة في حياتك بتحاول فهم الكثير من الأشياء الغامضة البحث عن الأمور الكبيرة والأفكار الكونية والروحانيات أو الإطلاع عليها أو التأمل أو حتى الدين والعبادة أو بتحاول الغوص عميقا في بعض الأسرار بتحاول خذ حوارات ذات فلسفة دينية أو غيبية كثير من موليد برج الميزان ممكن مع الضغط وجود الشمس في بيت المتاعب الكواكب في بيت المتاعب إنه يكونوا عرضة للنصابين والمحتالين اللي بيدعوا إنهم روحانيين يروحوا لعلاج إنهم مسعورين إنه معمول لهم عمل أو شيء وهو ضغط فلكي بالأساس وما إلو علاقة بالروحانيات ولكن لأنهم بينجذبوا لهذه الأمور فبكونوا عرضة لها دول الناس وبينتصب عليهم بسهولة أهم شيء أنك تبتعد عن النقاشات اليومية الحادية اللي ما في من وراها جدوي عشان أنت تريح راسك شوي تبعد عن المشاكل قدر الإمكان ممكن تلتقي أشخاص أو أصدقاء محددين أو تبحث موضوع مستقبلي بالنسبة لك وكثير من موليد برج الميزان ممكن يقدموا لشركات كبيرة أو دولية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنت بالفترة هاي الشخص اللي بيجمع العلاقات الاجتماعية بأعلى درجاتها بيجمع الأصدقاء من حوله أقارب أو أجانب أو من نفس البلد ولكن في كثير من المعارف رح يدخلوا حياتك بالفترة هاي برضو بإمكانك تستفيد من معارفك لحل بعض القضايا ومساعدتك في أمور بتلاقي دعم كبير من علاقاتك العلاقات كلها بتكون بناء بشكل منطقي أكثر ولكن انتقي الأفضل بالنسبة لعلك هي ممكن تتنازل كثير عن بعض المعتقادات السابقة أو تغير من بعض الأفكار عندك أو تبحث عن أفكار بتناسب هاي الفترة بعض موليد برج العقرب يمكن يكون عندهم مشروع تشاركي أو يكون لهم دور كبير وحضور أجمل بتستطيع أنك تقنع أي شخص بوجهة نظرك وتغير مسار كثير من الأمور حولك بطريقة إيجابية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هنا احنا منحكي عن وصول عطارد للبيت العاشر اللي يا إما بكافأك يا إما بيصفعك صفعة تصحى من وراها لأنه هذا يعتبر بيت السمعة فبالفترة هاي من المفروض أنه يخلي أفكارك خلاقة قدرة على الإبتكار على الحركة على النشاط قدرة على الإبداع قدرة على حل كثير من الأمور قدرة للتواصل مع المسؤولين وأيضا إقناعهم بوجهة نظرك فإذا وصلت لهاي المرحلة وأنجزت أعمالك وما خالفت القوانين فإذاً في إلك مكافأة بسبب الأعمال اللي أنت قمت فيها وأيضا بسبب وجود عطارد في هذا البيت لأنه هذا بيت بيرفع سمعة البني آدم أو بيحطم سمعة البني آدم فإذاً هاي النقطة الأولى النقطة الثانية يعني ممكن تتعامل مع بعض الأشخاص بشكل ندي أو ندلة إلك فهذا الشيء رح يوسع الفجوة أكبر وممكن تخسر كل الإيجابيات اللي ممكن أنك تحققها ممكن تقدم أفكار تعود بالربح أو الفائدة على الجميع وإنت أمام مشروع طالما حلمت به أهمش أنك ما تتأخر بإعلان مشروعة كذا عندك مشروع برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا وجود عطارد في البيت التاسع بيفتح فرص كبيرة للعلاقات مع الأجانب لا سفر إلى دولة أول مرة بتسافر عليها أو سفر بعيد أو دراسة جديدة جامعية أو تغيير نطاق الدراسة تبعك أو تاخد دورات جديدة أو تحضر مؤتمرات أو لقاءات خارجية أو خارج البلاد بتعود عليك بالخير والنفع والشهرة بيمكنك أيضا متابعة دراستك الأكاديمية بقوة تنجز امتحاناتك بكفاءة عالية بتدعمك أيضا على مستوى الأمور الفلسفية أو السياسية أو الأمور اللي تتطلب الحنكة بالحوار فعنت عندك قدرة عالية جدا ممكن تتعرف على أشخاص غرباء أو من خارج البلاد أو تبني علاقة معهم أو حتى علاقة عاطفية بعض موليد برج الجدي اللي بيشتغلوا في مجال الاستيراد والتصدير أيضا بيستفيدوا بشكل كامل أو ممكن توقيع وثائق مهمة زي هجرة أو إقامة برضو بالفترة القادمة بتكون لصالحك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا التركيز رح يكون على الأموال المشتركة الأموال اللي معك شريك فيها اللي هو بنك، ضريبة، تأمين، ميراث أموال الزوج أو الزوجة أو مطالبة بحقوق لا إلك أو أموال لا إلك إذن هذا فترة إلها علاقة بالأموال المشتركة والحسابات المالية كل الأجواء رح تدور بهذا الفلك عندك قدرة على تحديد موارد دخلك على دعمها بأفكار جديدة صحيا يمكنك اتباع دورات غذائية أو برنامج رجيم أو بداية عملية جراحية أو القيام عملية جراحية أو تجميلية في هذه الفترة ولكن بدون مبالغات كبيرة ممكن الطالب بحقوق لا إلك أو الطالب بميراث أو حتى أنه مسائل القروض والبنوك أو حل مسائل مالية ولكن انتبه في زوايا في أوقات معينة بيقول لك ما تغامر بتوقيع العقود والشركات المالية فيها ارجع للزوايا برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا وجود عطارد رح يكون موجود في بيت الشراكي مقابلك تماما إذن هو رح يمنحك القدرة على الحوار البناء بينك وبين شركاك زوى شركاء العاطفة أو شركاء المال وهي رح تعطي دفعة للمصالحات أو حتى إقناع الشريك بوجهة نظرك أو بفكرة جديدة أو بالأعمال المشتركة أهم شيء أنه يكون الحوار بعيد عن التوتر عن الانفعال عن العصبية عندك كثير من الأفكار لا تطوير العلاقة أو لا المصالحة بيجذبك في هاي الفترة الأشخاص أصحاب الفكر والحضور والكتاب أو اللي عندهم فكر وخيال عالي جدا ممكن تضع خطوات عملية لتطوير شراكة عملية أو افتتاح مشروع مشترك مع أحد الأشخاص إذن على مستوى الشراكة أي شيء يتعلق بالشراكة بالفترة هاي اللي هي الفترة القادمة رح تكون لصالحك ولكن تمعا بالتفاصيل هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء